هي بس عايز اعدل يعني كده اللفظ اتقال او يقال او يردد بالفترة طويلة ان احنا بنشهد الجمهورية الجديدة كل ما يحدث الان ليس في الجمهورية الجديدة قل وانت مطمئن وانت واثق هذه العزبة الجديدة هذه ملامح العزبة الجديدة اللي هم عايزينها لا تقول لي سيادة قانون ولا دستور ولا كرامة لمواطن ولا اي حاجة هي فيه طبقة طبقة من السادة المسؤولين عن السلطة في الدولة المعروفة الدولة العسكرية غياب الدولة المدنية غياب الدموقراطية للحرية الكرامة الانسانية دي ملامح العزبة الجديدة العزبة الجديدة النهاردة حضرتك اللي وصلنا فيها الى الارقام القياسية هم ارادوها قال لك دايما نقول لك احنا عملنا اعرض كبري عملنا اطول ساري عملنا اكبر مسجد عملنا اكبر كنيسة نفزنا اكبر محور هو شغل دايما في الارقام القياسي انه عشان كان النهاردة اسعار الدهب حققت الرقم القياسي في مصر بنسبة مضاعفة 100% جرام الدهب النهاردة ساعتك سجل 1600 جنيه تمتخيل رقم قياسي ايار 24 وصل الى 1829 ايار 21 الاكثر تداولا طبعا كلنا نعرف 21 بس موظم من المصريين الكل شغال على 1600 وعيار 18 1871 14 طبعا 1070 انا عايز بس اقول لي ساعتك ان سجل الدهب ايار 21 كان بداية السنة دي 21 دي كان 780 جنيه 780 جنيه دلوقتي 1600 تضاعف سعر الدهب وانا اكاسي انتظر بس الدنيا كلها تضاعف حالها كل شي غيلي الا المواطن كل شي غيلي الا المرتبات كل شي في هذا البلد بقى نار بقى ولعب الا هذا المواطن بقدراته باماله بامانيه لا يزال يبرح مكانه للأسف يتلزى في هذه النيران لا حول الله ولا قول اشتركوا في القناة